غداً كمان استبت ده في حاجات كتير قوي من يومين كده هيئة الأرصاد اتكلمت وقالت عن سقوط أمطار على بعض مناطق الجمهورية في مصر أمطار في الصيف في مصر جديدة دي لكن فعلاً هيئة الأرصاد أعلنت ده وتكلمت عن أنه الأمطار ممكن تبقى في جنوب سينة وحلايب وشلاتين معنا دكتور إيمان شاكر رئيس وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ممكن تقول لنا التفاصيل أكتر عن فكرة الأمطار الصيفية في مصر وهل هي كمان مرتبطة بتغير المناخ العنوان الكبير اللي العالم كله بيبحث فيه دكتور إيمان مساء الخير على حضرتك مساء الخير على حضرتك أستاذ دينا ومساء الخير على كل أستاذ المشاهدين وأهلاً بحضرتك مبدئياً كده احنا عايزين أمطار في القاهرة عشان دنيا حر قوي يعني فما فيش أمل تيجي عن دينا أنا أتمنى طبعاً لا هي طبعاً هي بعيدة تماماً عن القاهرة والمناطق الشمالية هي فرص الأمطار الموجودة بدأت بالفعل منذ اليوم على مناطق من جنوب البلاد زي حلاب وشلاتين ومحيرة ناصر وأبو سنبل وأيضاً بتبتد مناطق من ثلاثة الجبال البحر الأحمر زي ملس عالم وطبعاً مناطق من جنوب تيماء زي كاترين ونويبع والتور طبعاً الأمطار هي كلها أمطار خفيفة ما فيش منها أي ألق أو أي مشاكل لكن هي ممكن تكون رعضية على بعض الفترات من اليوم هي بدأت من النهاردة ومستمرة معنا حتى يوم الثلاثاء القاضم إن شاء الله وطبعاً أمطار في الصيف يمكن نجير معتاد عليه في مصر إننا نسمع أمطار في الصيف لكن فعلاً زي محضرتك بفارتس المقدمة تحت عنوان التغيير المناخي اللي أثر على العالم كله وتأثرت بي جمهورية مصر العربية بالفعل بدأنا نشوف زواهر مختلفة وفي توقيتات مختلفة فطبعاً يمكن عام 2021 و2020 شفنا فعلاً أمطار في الصيف وكانت أيضاً في شهر أغسط وأثرت على جنوب البلاد وعلى منطقة ثلاثة الجبال البحر الأحمر وسينة وده اللي بيتقرر معنا هذا العام وطبعاً الأمطار بسبب ارتفاع الفاصل المداري اللي دايماً بيفصل ما بين الكتل الهوائية الراطبة والكتل الهوائية الجفة الفاصل المداري ده دايماً منطقته بتكون منطقة منابع النيل زي أسيوبيا والسودان وده دايماً اللي بيسبب الأمطار في فصل السيرس على هذه الدول وبيقضي لفايدان النيل لكن طبعاً لما يستبذب هذا الفاصل المداري ويستجه نحو الشمال ده بيقضي لتأثر جنوب بلاد طبعاً جمهورية مصر العربية المعاطق الجنوبية بفرص الأمطار وده اللي حصل معنا السناثين اللي فاتوا وبيتقرر معنا هذا العام السنازي كمان لكن طبعاً يعني الحمد لله بنسبالنا هي مجرد أمطار خفيشها ما فيش منها قلق إن شاء الله إن شاء الله دكتور إيمان بسرعة جداً بس هل ممكن بناء على كلام حضرتك هل ممكن رصد خريطة مناخية جديدة خلال سنوات قليلة قادمة تقول لنا أنه يعني يحصل حالة من الاستقرار للوضع الجديد فنبقى قادرين نفهم ولا العالم كله مازال في حالة مفاجآت جوية ومناخية بتحصل في السنوات القليلة الماضية هو طبعاً في عدة سيناريوهات تتم درافتها بالفعل على مستوى العالم وطبعاً الهيئة الدولية لطغار المناخي الـ IPCC بتصدر كل عام تقارير خاصة بطغارات المناخية وبمادة تأثيرها في الأعوام القادمة وطبعاً في سيناريوهات متفقلة وسيناريوهات متشأمة وطبعاً السيناريوهات المتشأمة اللي معاها هترتفع درجة الحرارة بشكل كبير جداً هتوصل من ثلاث لأربع درجات أعلى من المعدل ده على مستوى الغلاف الجوي هي ارتفعت حتى الآن درجة ونصف فلو ارتفعت وصلت للحد الثلاث لأربع درجات ده هيكون طبعاً ميأثر بكوارث كبيرة جداً على مستوى العالم فيضانات والسيول وعواصل ترابية والسلوب وتطحر يعني مختلف الظواهر لكن السيناريو المتفائل إن لو إحنا أخذنا خطوات وبدأنا نقلل الانبعاثات ثاني أكسيد الكاربون والملوثات وبدأنا نتفجح لزيادة الرقعة الزراعية وده طبعاً على مستوى العالم مش بس في مصر نقلل الملوثات وبالتالي هيبدأ تدريجياً يعود المناخ إلى طبيعته لكن ده طبعاً محتاج سنوات عديدة طبعاً يعني إحنا بنسمن أننا فعلاً كلنا كدول نلتزم وننفذ هذه الإجراءات مهم جداً أننا نحن نحافظ على البيئة ونبدأ نرجع لمناخنا الطبيعي إن شاء الله أنا بشكرك يا دكتور وكلام دكتور إيمان حقيقي جداً وواقعي وبيقولك الوضع كما هو عليه ويمكن كاب 27 وكل المؤتمرات المناخية العالمية كان بعض الناس بتقول ونحن ليه مهتمين أو مؤتمر مناخ في الآخر لأنه تقريباً مؤتمر مصير الحياة مصير الحياة على هذا الكوكب ممكن يحدده الجهود الدولية ومش بس بقى إيه نيات الطيبة لكن هتتحول الموضوع بقى لعقوبات حقيقية على الدول التي لا تلتزم والدول الأكثر تأثيراً في أزمة المناخ العالمية دكتور إيمان شاكي رئيس وحدة تنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية بشكرك شكراً جزيلاً